وانبارح في مساء الأمس الموقع الرسمي للنادي الأهلي نشر تصريح لبيت سمو سيماني هذا الشخص لا يمثني وعلاقتي بالأهلي لا تحتاج إلى كلام في فترة الخيرة شفنا كلام كتير قوي يعني الناس بتتكلم كتير على موضوع بيت سمو سيماني والنادي الأهلي كان حسم الملف ده إلى أن خرج أحد لاعبي الكرة وعنده بيتج وعنده صفحة رسمية وكتب على صفحيته معلومة غير صحيحة وتم نفيها بالتأكيد والراجل كان موجود في الحفل طبعا وفي المؤتمر العام لمجلس دارة النادي الأهلي أول أمس وكان بيت سمو سيماني حاضر وحتى الكابت المحمود الخطيب يتكلم عليه لكن بيت سمو سيماني عبر عن استياءه من الكلام اللي بيتم تدوله في وسائل إعلام وقال إن حازم الحديد ليس وكيل أعمالي وقال الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى أي كلام ما تم الاتفاع عليه مع الإدارة تم بموافقة الأطراف جميعها وتم الإعلان عنه في وسائل إعلام بشكل رسمي فبالتالي خلاص مفيش أي جديد للحديث عنه وفي نفس الوقت العلاقة بيني وبيني النادي الأهلي مستمرة بكل حب وتعاون وثقة متبدلة والهدف الواحد دينا الفترة الجاية هي مصلحة الفريق الأهلي عنده لإياب الدور التمهيد الثاني لدورة أبطال إفريقيا وبعد كده عنده الدور العام والانطلاقة وأول ثلاث مباريات مستوى قوي جدا مباراة الإسماعيلي، مباراة البنك الأهلي، مباراة القمة مع الزمالك يوم 5 نوفمبر على استاد القاهرة فبالتالي بيتسو مسيماني الجهاز المعاون اللعيبة كلهم في الفترة الحالية بيشتغل عشان هدف واحد بس يسعيدوا الجمهور ويحسنوا الأداء وقدر الإمكان يعملوا نتائج متميزة زي ما حصل في بداية تولي مسيماني تدريب الأهلي اتنين دورة أبطال إفريقيا، السوبر إفريقي، برونزية كاس عالم جمع دوره كاس مع بعض، آه صحيح وصل أو تولى مسؤولية الأهلي في المراحل الختمية من الدوري لكن في النهاية كان موجود في حفلة استلام الدر وكان موجود طبعا في المراحل النهاية لمباراة كأس مصر الفترة الجاية دعم ومساندة من الجمهور والناس خلاص بقت عارفة أي بيج أو أي لاعب أو أي حتى يعلمي لما بيقول معلومة من قبل ما يقولها الجمهور بقى عارف المعلومة الصح من الغلط وده لو تكلم بيتكلم بصفة وإيه وبيتكلم بأي هدف وإيه الغرض من أي كلام الفترة اللي جاية عموما الفترة جاء عندنا مباراة حاسمة وكل الدعم للجهاز الفني وإن شاء الله نتمنى يكون فيه نتائج موفقة وأداء قبل النتائج خاصة مع لقاء العودة أمام بطن النيجر يوم السبت الساعة 6 بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام